عزيزي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر النهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا هتكون جذوبة عصمة الأنبياء في الإسلام أهلاً بيك يا مليك أهلاً بيك يا فرحة موضوع النهاردة موضوع مهم جداً وإشاعة دايماً عند المسلمين أن الأنبياء معصومين ما يبقى الله على طول يعني أنا بقول أن النبي الذي لا يخطئ هو يبقى الله جلماً لا يسهمين الله بس الوحيد اللي ما يخطئش لكن الأنبياء بشر والدليل على كده أن محمد لما كان بيغلط يقوله إنما أنا بشر أنا بشر مثلكم أنا بشر يا جماعة طيب هو يعني إحنا ناخد فكرة الأول هما دايماً بيتهمونا أنتوا بتقولوا على الأنبياء عندكم زنام وزنام حارم ومش عارفة إيه يعني دايماً يا فرحة يقولولنا الحتة دي أولاً لما يقولولنا أن أنتوا عندكم الأنبياء بيعملوا زنام حارم طبعاً دا كذبة دا كذبة زي مين اللي بيقولولنا كده عليه لوت 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 مش نبي أولاً لوت مش نبي ومش هو اللي زنا ومش زنامش وهي أصلاً الموضوع ما كانش كده خاص أولاً كان قبل الشريعة ثانياً البنات فكروا هم قالوا كده ليس رجل يدخل علينا بعد ما حصل سدهم وعمورة سدهم وعمورة يعني الأرض بالنسبة لهم كلها انتهت شافوا كل الناس اتحرقت ما فيش حد غير هما وأبوه فقالوا ليس رجل يدخل علينا نقيم من أبونا نسل يعني ما كانش هدفهم الزنا وما عايزين نسل هما اتصرفوا غلط اتصرفوا غلط وكمان الولاد اللي جم منهم ما دخلوش في جماعة الرب لمدة معينة يعني برضو وكمان الخمر ما كانش متحرم وقتها ما في الشريعة بص يا مارينا لو هما بيكلمونا كده وهما الناس دولا كانوا قبل الشريعة كانوا قبل الشريعة كل ده قبل موسى قبل ما يكون فيه شريعة ما برضو هنحسابهم على العميل اللي اتعملت قبل الإسلام ونقول أبو بكر جاي كده وعمورة بن العص كذا وكذا وكذا لا احنا نحسابهم على بنات وولاد آدم ما هتجاوزوا من بعض الاخوات الاخوات تجاوزوا من بعض ماشي ماشي يعني قبل برضو شريعة الإسلام ما هم اتعمل قبل ما الآية تنزل هم عملوا كده هل نحسابهم بالحساب ده لا طبعا لا بس هما بتكلموا يقولك ايه ان الانبياء عندكوا كده لا 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 تاني حاجة الانبياء دولا بشر بس المعصومين فقط في أول واحد ايوة طيب مثلا حاجة تانية قبل ما ندخل في موضوعنا داود يقولك داود زنة اه داود زنة اه احنا بنقول داود زنة بس هالربنا شجع على الزنة وقال له اذني وانت بربع عليك زنة وقال له عقبه عقبه مازاي ما رسول الإسلام خد مرات ابنه وراح الله قال له ايوة مفيش مشكلة تخفي في نفسك ما اللهم مبديد وخد التانية مارية وخد مارية لما تحرم ما أحلى الله لك اه دا الفرق احنا اللي بيغلط ربنا مش بيخبي خطأ وليه لان يكون عندنا رجاء لو في حد وقع في الغلط ويلجأ لربنا ويتوب توب حقيقية لان داود تاب داود كان بيبال الفراش وبدموعه ايه ومفيش آية في الكتاب المقدس بيقول له برافو عليك يا داود انك عملت كده بالعكس داود اخطأ عشان انت نبي انت تعمل زي ما انت عايز اخطأ اه واحنا بنقول الانبياء بتخطأ بس بيتوب لربنا وبترجع والكتاب بيكتب الخطيئة دي عشان تكون عبرة لينا مش عشان تعلمنا ان احنا نعمل كده لا عبرة اه ليه العبرة ولو حد سقط يعني في اي خطيئة يبقى لي للرجاء انه هيتوب ربنا هيقباله صح لو سقط مثال اهو دا لما تاب اهو تاب ورجى وكان بيبكي بالدموع اهو ببلل دموع وبفراشه وليك واحدك اخطأتو اشاره قدامك صناعتو كل الكلام اللي مكتوب وعقبه برضو ايوة ماش هيسيب على موضوع اللي بيكلمونا على ايه داود ايوة فاحنا دلوقتي هنشوف ندخل في موضوعنا انا تفضلي فرح تخلينا في الموضوع اه هل فعلا الانبياء اخطأوا اه او مش معصومين في الاسلام يعني نبتدي بقى موضوعنا نشوف نشوف اه اه في حديث بيقول قطي انه بقى يوما بلحم قال فروفع اليه الزراع وكانت تعجبه فنهسة منها نهستا ثم قال انا سيد الناس يوم القيامة شعليل اتنعو اه انا سيد كاللعتة اللحمة فاتبسط انا سيد الناس يوم القيامة هل يجمع الله يوم القيامة الاولين والاخرين تدرون بمذاك في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفجهم البصر وتدنوا الشمس يعني بيحكيه على يوم الايام خليني اراها بس وتدنوا الشمس فتبلغ الناس من الغم والقرب الشمس تبقى قريبة اوي يبقى مدينة اوي خلي بالك ده هيكونوا يعني معلومة للمسلمين ان انت هتبقى وقفين كلكوا عراه غرل اه غرل يعني المختون هترجع والمتحجمة والمتنقبة انت هتبقى وقفة بالبوس بالبوس اه سويني بس وبعدين راحت عائشة خدت بالاقتلي طب احنا كده يا رسول الله نبص البعدين احنا عريانيه اه اه بسط راسك ببص للشمس اه 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 فتبلغ الناس من الغم والقرب ما لا يطقونه ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض الا ترون ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ابوكم ادم فيأتون ادم فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى الى ما قد بلغنا فيقول لهم ان ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله انه كان نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى غيري يعني ايه يعني ايه يا مارينا يعني خطيط ادم ايه هي ايه خطيط انه اكل من الشجرة وده اغضب ربنا فبالتالي هو مش عيش في عفقيته وفي حديث تاني شبه ده بيقوله هل اخرجكم من الجنة الا خطيط ابيكم ادم يعني بيعترف ان ليه خطيطة وهي سبب طرده صح صح خلينا نكمل بقى الحديث احنا هنقول الحديث كله وكل الحديث ده في ايه بنختصر فيه علشان نوصل اخطاء الانبياء اللي انت بتدعي تانى نوزورا انه ما عندك معصومين قال ادم قال اذهبوا الى نوح فيقلون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكرا اشفى علىنا الى ربك قال ترى ما نحته فيه قال ترى الى ما قد بلغنا فيقول نوح ان ربي قد غضبا غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله انه كانت ليه دعوة دعوته بها على قومي نفسي نفسي اذهبي الى غير اذهبي الى ابراهيم يبقى خطية نوح ايه هي؟ انه هو دعوه على قومه وهو مش هيقدر يشفع في الناس بسبب خطيته بسبب خطيته بالنسبة بقى لابراهيم فيقولون الناس بقى اللي في يوم القيامة يقولوا يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما قد بلغنا فيقول لهم ابراهيم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذبات نفس كذباته يعني هو كذب كذب ثلاث مرات بالضبط نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى موسى كل واحد بيرمي على التاني اه يعني ابراهيم عمل ايه كذب ثلاث كذبات فقال انا مش هقدر اشفع فيكم لا لا خلي موسى هو روح له موسى انه روح لموسى فيأتونا موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله واني قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا الى غيري اذهبوا الى عيسى يبقى موسى خطيته ايه قتل نفس قاتل يعني اه اه فيش حاجة اسمها عندك معصوم بالضبط يبقى ايه لم هما طلبوا منه الشفاعة يا مارينة من موسى قالوا لهم بصوا انا مقدرش انا قاتل نفس اذهبوا الى غيري مين؟ عيسى اه طيب يبقى كل اللي فاتوا دولا مش هيقدروا يشفعوا عشان ايه عملوا خطايا ايه حلو فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى انت رسول الله وكلماته ألقاها الى مريم وروحهم منه كلمت الناس في المهن اشفع لنا الى ربك لا ترى ما نحن ايضا فيه فيقول لهم عيسى ان ربي قد غضب اليوم اللي هو يوم الايام غاضبا لم يغضب مثله قبله ولم يذكر له زنبا يبقى الوحيد اللي بلا زنب مين؟ عيسى طب دي مش تخلي المسلم يفكر أصلا استني لما ليه يقول لهم اذهبوا الى غير ايوة ليه بقى يعني يقول نفسي نفسي اذهبوا الى غير طب دا لم يذكر زنبا طب ومعروف ان عيسى لم ينخسه الشيطان هو وامه حسب الحديث الاسلامي وحسب الكتاب المقدس لم يفعل خطيئة ولا وجده في فمه جيش وهو كلمة الله ولم يذكر له زنبا نفسي نفسي اذهبوا الى غيره طب يبعتهم لغيره ليه هم عملش حديث محمد بقى اذهبوا الى ايه؟ محمد محمد ليه بقى؟ حتى لو محمد محمد طبعا دا يعني عنده وزره الذي انقد ظهره بس خلينا نشوف نكمل بقى الحديث هنقول بقى الخطايا اللي عنده كلها ان شاطا فضالي يقول لك ايه؟ فيأتونا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وختم الأنبياء قد غفر لك يا ما تقدم من زنبك وما تأخر يعني عمل زنبه صح اشفع لنا الى ربك عمله هيعمل يا مارينة هو متأخر ايوه تقدم وتأخر اه يعني انت مكتوب كده الهزاب مفتوح بك هو بس اتغفر له متقدم ومتأخر اه يعني اتغفر له مقدما ايوه اه فدا يوم القيام يعني هو بيقول دا يوم القيامة اشفع لنا الى ربك اما ترى ما نحن فيه فانطلق حتى اتى تحت العرش فقع فقع ساجدا لربي عز وجل والى اخر الكلام والكلام طبعا الحديث صحيح على شرط الشيخين وتكرر يا فرح الحديث دا في مواقع يعني في اكتر من مثل يعني في كتب تانية يعني ومشهور بانه اسمه ايه حديث الشفاعة ما معروف اي حد من المسلمين اخواتنا المسلمين يخش يدور على حديث الشفاعة يقول لنا ادي موسى غلط ادي ابراهيم غلط ادي كله داود في سورة الصد بس هو مش مكتوب هنا داود كله غلط محمد غلط عيسى لم يخطئ الوحيد اللي هو ايه لم يخطئ يبقى ما يتشفعش لي بقى لم يخطئ اه بس احنا موضوعنا النهاردة ايه عاصمة الانبياء صح يبقى انت دلوقتي على فكرة وادم اشرك طبعا في القرآن ادم اشرك طبعا وسمى ابنه ابن الحارس واشرك وفتاع الحارس ما الحارس عبد الحارس او عبد الحارس عبد الحارس يعني اشرك كمان اشرك ادم فانت دلوقتي ازاي انت قاعد في اجذوبة ان ايه الانبياء معصومين وانتو عندكم الانبياء بيغلطوا المعيار غلط يا استاذ صح لان احنا الانبياء بنقول عليهم بشر ماهوش اليها صح واللي بشر ممكن يغلطوا وكل بني ادم خطاء وكل بني ادم خطاء والبشر ممكن كلهم يغلطوا بس اللي يغلط الناب اللي يغلط بتبقى عقوبته اكبر كبير غلطته كبيرة وربنا ما يقولوش اصلا انت عندك خصائص لا ما عندهوش خيار وفقوس لا ويقولو انت اصلا خصائص مش مشكلة اه عشان انت نبي لا ده انت نبي الكبير يتحكم اكبر على غلطته فاعقوبة موسى كانت كبيرة عقوبة ابراهيم كانت كبيرة برضو بالنسبة للزمن بتاعه كانت كبيرة عقوبة داود كانت كبيرة وهكذا يعني كل واحد اخطاء هو ابراهيم مش يعني مش زي ما الكتاب يعني مش زي ما الكرآن صوره لا 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 كل اه 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 بس هو كذا برضو امرينة اه فعلا قال دي اختي وكده لكن هي فعلا اخته من امه اه فهو دلوقتي هو بياخد يعني ايه بياخد حاجات طبعا ويزورها في الكرآن وكل حاجة ويلخبطها ويزود ويناقص وحاجات كده لكن احنا هدفنا عايزين نقولك ايه ان انت عايش في ايه في فكرة اسمة الانبياء تيجي كلمة غلط ايش حاجة اسمها اسمة الانبياء الانبي معصوم فقط يكون في الوحي مفروض بس حتى محمد يا حبيبتي حتى الوحي مسلمش منه دخل في منية الشطان بالضبط في صورة وط صحر النجم تقريبا اه هو قال في صورة النجم حاجة اتنين وخمسين بتقول وما ارسلنا من قبلك من رسول والنبي الا اذا تمنى عشان يداري على المصيبة اللي هو عمل اه الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته عشان جيف صورة النجم انسجد للأوسان الا الاوسان ايه فحتى الوحي محمد ما كانش معصومه كان مصحور كان بيقول عليه مجنون كان بيسجد للأصنام ايوه كان بيسجد للأصنام كان بيسبح للأوسان بيسبح للأوسان موجودة دي في الكتب عندكم قبل ما يبقى رسول قبل ما يبقى رسول الله مشرك يعني وكان بيبقى مشرك اوه ربنا هنختار واحد مشرك يعني مش لاقي حد يعني مش لاقي الدنيا خربت كلها يعني كانش فيه لمحمد وتصحر يعني اتحكم في مخ الشيطان وهم قالوا ده مجنون يعني من كدرهم هو مسحور وكده مجنون بس هنقول مجنون ده مريض اه يعني مش في ايده لكن ده أخطاء بإرادته يعني مجنون ما هم من كدر صح المسحور وعايز ينتحر ومش عارفة ايه وحاجات زي يعني يعني كل كان بال للناس انهم مش انسان طبيعي عاقل يعني مسحور ولما نيجي نقول المسلم المسلم اه طب ما النبي ده أخطاء يقولك اه وماله ما ده بشر الله ما ترسلكم على حل هو بشر ولا مش بشر هو بيغلط ولا ما بيغلطش هل فيه اسمت انبياء احنا هل اه اولا لازم برضو نقولها تاني لوط مش نبي يا جماعة انتو اللي نبتوه ومحدش من المسلمين بيسمي لوط لي اصلا انا عارفة انا عارفة حاجة صعبة خالصة طب مارينا يا ريتك تلخص لنا كل الحلقة بقى حلقة النهاردة بنتكلم ان المسلمين عايشين في اجذوبة ايه اجذوبة عسمة الامية والدليل ان ادم اخطأ وقال هل اخرجكم من الجنة اللي خطيئة اباكم ادم نوح اخطأ وخطيئته كانت ايه كان ان هو دع على اهله على قومه يعني وموسى اخطأ انه قتل نفس وداود اخطأ انه زنع في سور الصاد وابراهيم كذب ثلاث كذبات الوحيد اللي لم يذكر له زنب وطبعا لانه مش نبي اه احنا بنقول المسيح هو نبي هو ابن الله هو الله ظهر في الجسد وكل حاجة بس بالنسبة لك انت الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان كل بني ادم خطاء صح الا المسيح الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان الوحيد الذي لم يذكر في الدنيا في الدنيا وفي الاخرة الوحيد الذي بلا خطيه فمين الوحيد اللي يعني منقولش معصوم ان هو يخطأ بس ربنا عاصمه الوحيد الذي بلا خطيه هو المسيح رسول الاسلام وحتلاقوا ان الوحيد الذي لم يفعل خطيه هو السيد المسيح ونشوفكم في الحلقة القادمة